اشتركوا في القناة بشأن حماية الآثار والمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولية الشركة مساهمة بحرينية المرافقة للمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1975 بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الرد على الخطاب السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس وما تضمنه من توجيهات مستقبلية وأولويات مهمة للمرحلة المقبلة مؤكدين على ان ما تضمنه الرد على الخطاب الملكي السامي يعد معاضدة لتطلعات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه للمضي قدما حول حمل امانة العمل الوطني بعزيمة متينة والقيام بالواجبات التشريعية ومسؤولية المشاركة في صنع القرار من اجل مواصلة مسيرة الانجاز والتطوير وقرر المجلس الموافقة على اعادة مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي إلى اللجنة لتضمينهما أدلى بشأنه من ملاحظات خلال الجلسة ومن ثم احالته إلى مكتب المجلس تمهيدا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه حرصت لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي على التأكيد بما جاء في الخطاب من مضامين كالتعاون المستمر مع السلطة التنفيذية لمراجعة التشريعات وسن القوانين الداعمة لحماية المجتمع وصيانة قيمه ومبادئة أيضا التأكيد على التوجيه الملكي على أهمية برامج الدعم المالي والاقتصادي للمواطنين وذلك من أجل الحد من العباء الاقتصادية أيضا من أبرز ما تضمنه الرد الإشارة بأهمية الاستحقاق الدستوري والذي أرساه جلالة الملك المعظم من خلال استدامة الدعوة للإجراءات الانتخابية فأكد الرد على أن مسبة الاستحقاق الشعبي التاريخي والذي بلغ 73% هذا يعبر عن وعي سياسي ووعي وطني عميق لدى شعب البحرين عن أهمية المشاركة في القرار الوطني أيضا شمل الرد على تضلعات مجلس الشورى بأن تتحول التحديات إلى إنجازات من خلال الإدارة الموفقة للفريق الحكومي بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كذلك تضمن الرد على دور المجلس في دعم التشريعات التي تسهم في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل زيادة وتيرة النمو الاقتصادي ما شد انتباهنا إحنا رحنا فقرة فقرة وكان الرد عليه على فقرة فقرة ولكن ما شد انتباه الجميع الحقيقة هو أولا بالنسبة إلى مراعاة مصالح المواطنين هذا كان موضوع حام جدا وأكد عليه جلالة الملك المعظم في خطاب السامي وأيضا موضوع التقاليد والعادات وتراثنا العربي والإسلامي وكل هذه كيف نحافظ عليهم هذا كان جدا مهم خاصة في طور التغيرات العالمية اليوم التي نلاحظها في الكثير من الدول ترجمة نانسي قنقر